هو شبه انقلاب أو يكاد ما عشته بغداد بالأمس بتثبيت للواقع الذي يعلمه الجبيع من سيطرة الميليشيات على الدولة في العراق حيث لا حدود تمنعها من الاستعراض العسكري حتى في المنطقة الخضراء وبالفعل كان الميليشيات الحجد ما أرادت بإطلاق صراح القيادي فيها قاسم مصلح المتهم بجرائم حرب وقتل ناشطين من بينهم إيهاب الوزن في كربلاء على الجانب الآخر بدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حائرا بين صراع الدولة واللا دولة خائر القوى بعدما حاصرت الميليشيات منزله ومقر الحكومة ليفضل في النهاية إطلاق صراح زعيم ميليشيات الطفوف مسلما بالهزيمة أو راضيا بها فهي ليست المرة الأولى التي تقتحم الميليشيات المنطقة الخضراء حيث سبقها اقتحام ميليشيات ربع الله في أذار الماضي والتي ذهبت أبعد من ذلك للتهديد بقطع أذني الكاظمي نفسه هي بداية النهاية للكاظمي تقول الميليشيات ومن ورائها النواب الموالون لها في البرلمان في تصريحات تعكس من المتحكم الرئيس في الدولة في العراق ففي الوقت الذي يؤكد الكاظمي أن لا حزب سياسي له تبدو التساؤلات مشروعة عن من أوصله إلى كرسيه وعن الثمن الذي دفعه لليصولها هنا بعدما عجز غيره وهو الذي وعد بإنهاء فلتان سياح الميليشيات وفشل ليترسخ بعدها اعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين كنمط سائد حتى من قبل القوات الأمنية التي يشرف عليها بنفسه أطلق صراح قاسم مصلح أم لم يطلق خبر لم يعد يعني المتظاهرين في العراق الذين قرروا الاستمرار في تظاهراتهم لاستعادة الدولة المختطفة من الميليشيات الموالية لإيران وطبقتها السياسية التي تريد تفصيل الانتخابات القادمة على مقاسها في وقت تبدو الموجة الحالية من التظاهرات أقوى من سابقاتها